يوسف أعود معك إلى الضرر المعنوي هذه مهمة لأنها شيء جديد علينا في تقديرك مثل هذا التوصيف سيقنن الحالة الموجودة على الشبكات الاجتماعية وما إلى ذلك؟ هذا سؤال مهم جدا في الوضع الحالي قبل صدور هذا النظام كان هناك أنظمة طبعا تجرم الإساءة ومعروفة والناس شخص أساء إليك فإنك تذهب وتأخذ أو تقيم ترفع دعوة ويحكم ولكن هذه مسألة جنائية الجديد في النظام الآن أن لك حق أن تطالب بتعويض شخصي مدني لك يختلف عن أن الدولة والنائب العام والنياب العام توقع عقوبة على هذه الجريمة وفقا لأحكام هذا النظام لك أن تطالب بهذا الأمر لأن لدينا قاعدة في القضاء وفي القانون تقول كل من يتصف بصفتين يحاسب مرتين عندما مثلا الموظف عندما يقع في مخالفة فإنه يحاسب جنائيا إذا كانت جناية ويحاسب وظيفية العسكري الصحفي حتى القاضي كل شخص كذلك من أساء إليك فهو عندما يساء إليك فهو يخالف نظام الدولة بعدم الإساءة وأن هذه جريمة فيحاسب بهذا الوصف وأن تقول أنا أريد أن الآن أثر على سمعتي فإذا رأت المحكمة وفق القواعد النصوص عليها في النظام أن هذا الضرر وهذا الخطأ الذي حصل من أوجد ضررا عليك معنويا ورأت المحكمة فإنها تعوضك بناء على القواعد الموجودة في النظام تعويض طبعا مادي تعويض مادي التعويض المادي هذا مقرر الحين ولا إلى الآن لا طبعا لا يقرر في كل القوانين لا يحدد كان تقصد تحديده لا هو القوانين كلها لا يمكن تحدد وإنما تضع القواعد العامة هو القضاء هو الذي يحدد هذا يفكر الاجتهاد القاضي اجتهاد القاضي المبني طبعا على القواعد التي ينظرها لكن المبلغ يستعين بخبراء وفي العالم كله بالمناسبة أخو ياسر لا يوجد يعني أنه إذا قال لك كذا فلك المبلغ الفلاني وهكذا هذه أمور طبيعتها أنها تكون تقتيرية وهذا هو الصواب لأن الأمور يعني لا يمكن ضبطها الوقائع لا يمكن ضبطها لا تتناهى يقولون ترجمة نانسي قنقر